موسيقى ألم بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم من التلفزيون العربي في لندن نفى مسؤول في المعارضة سورية التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة وادي بردابري في دمشق حيث تواصل القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها حملتها العسكرية المكثفة وقال متحدث باسم حركة أحرار الشام إنما أعلنه الإعلام الحربية تابع لحزب الله اللبناني وإعلام النظام بهذا الشأن محظ افتراء ولا أساس له من الصحة واتهم إيران ونظام الأسد باستغلال وقف إطلاق النار الهش للسيطرة على مناطق تابعة للمعارضة في محيط دمشق قبل انطلاق مفاوضات أستانا وضف أن النظام رفض هدنة مؤقتة لإصلاح محطة لمياه الشرب وإعادة الأهالي المهجرين مع مواصلة قوات النظام والفصائل الموالية لها خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع المعارضة السورية برعاية موسكو وأنقرة يعلن رئيس الأركان العام للجيش الروسي فاليري جيراسيموف بدء تقليص حجم القوات الروسية في سوريا مشيرا إلى أن الأسطول الحربي بقيادة حاملة الطائرات الأدميرال كوزينسوف سيكون أول القطاع المغادرة للسواحل السورية اعتبارا من منتصف ليل الثلاثين من ديسمبر 2016 دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في كامل الأراضي السورية لكنه لا يشمل المنظمات الإرهابية التدولية ووفقا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي الرئيس فلاديمير كوتين بدأت وزارة الدفاع الروسية بتقليص قواتها المسلحة المتشرة في سوريا لكن روسيا التي لم تفي من قبل بوعودها بسحب قواتها من سوريا شنت طائراتها غارات على الأحياء السكنية في بلدة القاسمية في ريف حلب ما تسبب بجرح عدد من المدنيين في حين قصفت قوات النظام بالمدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ مدينة كفر حمرة وبلدة خان العسل في ريف حلب وجددت قصفها المدفعي لسوق الجبس وحي الراشدين في غرب مدينة حلب ما خلف أضرارا في الممتلكات وفي وادي برد بير في دمشق الغربي ألقت مروحيات النظام أكثر من عشرين برميل متفجرا على قريتي بسيمة وعن الفيجة وترافق ذلك مع قصف بالمدفعية الثقيلة والهاوين وصواريخ أرض أرض على منازل المدنيين في قرى الوادي بعد أن تمكنت فصائل المعارضة من استعادة ثلاث استراتيجية في قرية كفير الزيد عقب فتاة وجيزة من سيطرة قوات النظام عليها ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرين عنصرا من الميليشيات الموالية لقوات النظام الناطق الرسمي باسم الفصائل المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار أسام أبو زيد اعتبر من جهته أن الاتفاق يمر بساعات مفصلية مؤكدا أن هناك تعهدات تركية جادة لإقاف الهجوم على وادي بردة وإدخال مراقبين دوليين إلى المنطقة مشيرا إلى أنه في حال شعرت الفصائل بالياس من خرق وقف النظام لإتفاق وقف إطلاق النار سيكون الاتفاق منتهي أكدت تنسقيات قوى المعارضة في ريفيد مقتل القيادي البارز في تنظيم جبهة فتح الشام أبو الحسن تفتناز بغارة شنط طائرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أوضح نشطاء أن طائرات بدون طيار استدفت سيارة كان يستقلها أبو الحسن تفتناز وابنه بصواريخ عدة في بلدة تفتناز بريف إدلب وعشن الطائرات التحالف الدولي خلال هذا الأسبوع حملة غارات جوية مركزة استدفت عددا من مقار جبهة فتح الشام النصر سابقا في ريف إدلب الشمالي وقتلت عددا من قياديها من إسطنبول ينضم لنا الكاتب الصحفي عمر كوش سيد عمر مرحبا بك بداية لو تحدثنا عن بداية سحب القوات الروسية أو الجيش الروسي لقواته من سوريا هذه ليست المرة التي تسحب أو تعلن فيها روسيا سحبها لقواتها من البلاد في رأيكم في أي إطار يمكن وضع هذا الإعلان وما هي دلالاته؟ أهلا بك وبالمشاهدين الكرامي بالفعل كما تفضلت هي ليست المرة الأولى التي تعيد الحقيقة لا نستطيع أن نقول سحب قوات إنما هناك أعادة انتشار للقوات الروسية لأن المرة الماضية في منتصف آذار الماضي أعلن الرئيس فلاديمير بوتن عن سحب الجزء الأكبر من قواته في سوريا لكن تبين الحقيقة أنها مجرد عملية استبدال وإعادة انتشار استبدال طائرات قامت بقصف لفترة طويلة بطائرات أخرى لأن هناك حتى لوجستيا طبعا يجري عادة تبديل الطائرات وتبديل طبعا القطع البحرية وحتى المشاهد في الحروب وبالتالي من الصعب الثقة بأن موسكو بالفعل ستسحب قواتها أو جزء كبير من قواتها من سوريا بالنظر إلى أنها سبق ونعلنت ولم تنفذ هذا الكلام لكن في اعتقادي هذا المقصود منه هو دلالة سياسية حتى تظهر للعالم أنها تسير في خط الحل السياسي وتحضر لمفاوضات الأسيتانة وبالتالي هذا الإعلان عن سحب القوات يعني بأنها جادة في الحسم باتجاه السير لإيجاد حل سياسي في سوريا وليس الحسم العسكري كما كانت طبعا تقول به سابقا يعني هل أفهم من كلامك سيد عمر أن روسيا تسعى من خلال هذا الإعلان إلى تلميع صورتها وربما وضع نفسها كالمخلص سعوض المتسبب في هذه الأزمة يعني هي بالضبط بمعنى يعني عدة الحقيقة رسائل تريد أن توجهها من هذا الإعلان أولا تريد أن تقول أن مهمتها اكتملت بعد طبعا تشريد أحياء الساكنية أحياء حلب الشرقية وإخراج المقاتلين منها واعتبرت ذلك انتصارا طبعا على المعارضة المسلحة وثانيا طبعا بالتفاهم مع الأتراك أعلنت عن وقف إطلاق النار ثم طبعا بدأ بمفاوضات يعني إيجاد حل سياسي وبالتالي تريد أيضا من هانذا الجانب أن تظهر للعالم أنها ليست مع استمرار الحرب أو استمرار الحسم العسكري إنما تريد أن تبحث عن حل سياسي ولذلك طبعا ذهبت إلى مجلس الأمن وحصلت على القرار 31-36 وبالتالي الآن تريد أن تستثمر ذلك سياسيا ودبلوماسيا أمام كل العالم ولكن هذا الاتفاق سيد عمر هل جاء في إطار الاتفاق التركي الروسي الذي وقع مؤخرا حول حل الأزمة في سوريا أم أنه جاء بخطوة أحادية من موسكو يعني القرارات التي يتأخذها الرئيس فلاديمير بوتين باعتباره القاهد الأعلى للقوات المسلحة السوفيتية الحقيقة أحيانا تبدو مفاجئة وأحيانا تبدو كأنها ممسرحة واستعراضية فعلى حين غرى في أذار الماضي أعلن فجأة عن سحب الجزء الأكبر من القوات وهو لم يفعل في حقيقة الأمر والآن طبعا بعد أن تفاهم مع الأتراك على خطوات لمسيرة تفاوضية ووقف اطلاق النار وأيضا ضمانات قدمها للمعارضة وكي لا يحصل خرق اطلاق النار بينما لاحظنا في الواقع أن وقف اطلاق النار جرى اختراقه من الملياشات الإيرانية والنظام كثيرا يعني وبالتالي هذه الخطوة أيضا أعتقد أن جديتها لا يمكن الحكم عليها إلا في انتظار الأيام القادمة هل بالفعل ستسحب القسم الأكبر من قواتها أم أنها ستسحب بضع طائرات وترجع وتعيد طائرات بدلا منها وبالتالي الأمر لن يعد أكثر من عمل استعراضي ومسرحي لكن في مطلق الأحوال طبعا أيضا ربما تريد أن ترسل للشريك التركي أنها أيضا تجنح نحو السلام وها هي تقوم بسحب قواتها من إسطنبول الكاتب الصحف عمر كوش شكرا جزيلا لك خرج المئات من السوريين في مناطق متفرقة من ريفي حلب وإدلب في مظاهرات تدعو إلى إعادة روح الثورة وتجديد العهد لإسقاط النظام وصارت المظاهرات في مدينة إدلب وفي مدن سراقب ومعرة النعمان وترمانين وسلقين في ريفها أما في ريف حلب فقد خرجت المظاهرات من مدن الأتارب ودار عزة وبلدة أوريم الكبرى وبلدة كفر حمرى وأكد المتظاهرون بأنهم مستمرون في الحراك السلمي والهتاف بساحات الحرية حتى إسقاط النظام والتحقيق مطالب الثورة السورية تمكنت القوات العراقية من دخول المناطق الشمالية من الموصل للمرة الأولى منذ بدء الحملة العسكرية المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر لاستعادة المدينة من أيدي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وقال متحدث عسكريين جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من السيطرة على حي المثنى شمال شرقي الموصل إثر عملية واسعة طلقت فجر اليوم بدعم جوي من التحالف الدولية وأكد أن اللواء 73 التابع للجيش العراقي عبر نهر الخوصر أحد روافد نهر دجلة قبل اقتحام الحي وتقول القوات العراقية أنها تمكنت خلال المرحلة الأولى من معركة الموصل من استعادة السيطرة على نحو 70% من المناطق الشرقية من المدينة بعد ما أكملنا المرحلة الأولى في المحور الشرقي والساحل الأيسر من مدينة الموصل تم تطهير أحياء كثيرة ومناطق كثيرة من مدينة الموصل بصراحة ما يقارب 65 إلى 70% من الساحل الأيسر تم تحريره وتم تحرير أحياء كثيرة تزيد عن حوالي 70% من هذه الأحياء أعلنت وسائل إعلام الأمريكية نقلا عن مصادر أمنية مقتل خمسة أشخاص على القل وإصابة ثمانية آخرين في حادث إطلاق نار داخل مطار بولاية فلوريدا الأمريكية وأكدت سلطات مطار فورت لودريل هوليوود الدولي في فلوريدا في حسابها الرسمي على تويتر وقوع حادث إطلاق نار في صالة الركاب الثانية بالمطار وقال التقارير الإعلامية إن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على شخص مسلح معنا من واشنطن حول الموضوع مرسلتنا ريمة أبو حمدية ذن ريمة ماذا في تفاصيل ما حدث في مطار فلوريدا؟ بالفعل هذه الحصيلة الأولية حتى هذه اللحظات بحسب السلطات الأمنية في فلوريدا مقتل خمسة أشخاص جرح ثمانية آخرين كحصيلة أولية كما قلت في حادث إطلاق نار جديد هذه المرة استهدف في مطار فورت لودريل بولاية فلوريدا الأمريكية قام مطلق النار باستهداف من كانوا ينتظرون حقائبهم قاعة انتظار الحقائب والتي لا يضطر الذي يريد الدخول إلى هذه القاعة العبور من خلال الأمن من خلال أو التفتيش الأمني وبالتالي استطاع الدخول إلى هذه المنطقة في المطار وبأسلحته وإطلاق النار على من كانوا ينتظرون حقائبهم أدى ذلك إلى وقوع كما قلت خمسة قتلى كحصيلة أولية ثمانية جرحة مطلق النار الآن في قبضة الشرطة وكان بحوزته عندما تم القبض عليه بطاقة عسكرية تفيد أنه خدم في الجيش وهذه البطاقة تحمل اسم ستيبيانو أو هذا الاسم الموجود على هذه البطاقة ويبلغ من العمر أو سانتياغو عفوا ويبلغ ستيبان سانتياغو ويبلغ من العمر 26 عاما ولكن كما تقول أو كما تحذر السلطات الآن لا يمكن الاعتماد على هذه البطاقة التي تم العصور عليها مع مطلق النار لحين الانتهاء من التحقيقات حتى هذه اللحظات لا نعرف الدافع وراء إطلاق النار هذا في مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية شكرا جزيلا لك مراسلتنا من واشنطن ريمة أبو حمديه أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيعين فريقا في غضون 90 يوما لوضع خطة لمكافحة القرصانة الإلكترونية وأشهد ترامب بفحو اجتماع عقده مع قادة أجهزة الاستخبارات لإطلاعه على معلومات بشأن الاختراقات الإلكترونية الروسية المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية تصريحات ترامب تأتي بعد أن برزت بوادر خلاف داخل فريق مستشاريه بشأن كيفية التعامل مع ملف القرصانة الروسية إذا قدم جيمس وولسي الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية استقالته من مهامه كمستشار للرئيس المنتخب وكان وولسي قد تعرض لانتقادات بعد أن أدل بتصريحات تشير إلى أن ترامب قد يكون على علم بمزاعم ضلوع روسيا في التلاعب بالانتخابات عبر اختراق أجهزة الكمبيوتر هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها أيضا حركة النهضة تونسية تتوعد متهميها بتشجيع الشباب على الاتحاق بالتجمعات المسلحة بالمتابعة القضائية تستمر المعارك العنيفة لليوم الثالث على التوالي في بيحان بمحافظة شبوى شرقي اليمن بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومسلح الحوثي وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى وقال مصدر ميدني إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما في جبهة الساق سعياً قطع خط امدادات الحوثيين على الطريق الرابط بين مدرية عسيلان وبحان العليا في غدون ذلك قصف الحوثيون بصاروخ باليستي معسكر شعب الجن التابع لقوات الجيش والمقاومة قرب مضيق باب المندب ما أصفر عن مقتل ستة جنود وإصابة العشرات بجروح يعود ملف العسكريين اللبنانيين المخطفين لدى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية إلى الواجهة من جديد إثر إعلان مدير الأمن العام في لبنان عن انطلاق مفاوضات غير مباشرة وجديدة بعد توقف دام أكثر من سنة جويس الحاشخوري من بيروت والتفاصيل أكثر من ثمانمائة يوم مر على اختطاف تسعة عسكريين من الجيش اللبناني على يد ما يعرفوا بتنظيم الدولة الإسلامية دون أي خبر عن أحوالهم ولا أي مفاوضات بشأن إعادتهم وبعد قرابة السنتين يأمل أهالي هؤلاء الجنود بأخبار مفرحة قد تعيد الأبناء إلى حضن الآباء وزيارة اللواء عباس إبراهيم مبارح لإلنا يمكن للمرة الأولى إلى مخيم الأعتصام طبعاً برياض الصلاح أكيد يكمان بتعطينا دفع قوي وأمل جديد لأنه للمرة الأولى إحنا منشوف تفاقل باللواء إبراهيم ما بيعكس تفاقل إذا ما فعلاً منفاقل هو من جوده حكى عن وسطها اتنين جديد وكثير هو متمسك فيهم وكثير عم يشوف فيهم جدي لأنه أشار بأنه يمكن اختبارهم بأكثر من مرحلة يعرضوا حقيقة للخطر ونفزوا اللي كان عم يطلب منهم تطورات جديدة في هذا الملف شهدتها الساعات الماضية بعد وعد قطعه رئيس الجمهورية بأن يحمل قضية العسكريين في زيارته السعودية وقتر الأسبوع المقبل وكذلك عودت المفاوضات غير المباشرة للإفراج عن الجنود إلا أن التجارب السابقة في ملف الجنود المختطفين لا تشجعوا على الكثير من الأمل منذ أسبوعين طلب من أهالي العسكريين المختطفين الخضوع لفحوص الحمض النووي للتأكد من أن الجثث التي عثر عليها في القلمون ليست لأبنائهم اليوم يحكى عن وسيط أو أكثر ويتمسك أهالي الجنود المختطفين بالأمل في أن تهدي الجهود الجديدة إلى إطلاق صراح أبنائهم جيس الحشخوري التلفزيون العربي بيروت أعلنت حركة نهضة تونسية اعتزامها مقاضات كل من اتهمها بتشجيع الشباب على السفر إلى سوريا والعراق وليبيا للاتحاق بتنظيمات مسلحة واعتبرت تلك الاتهامات حملة تستهدفها وكان المحمد تونسي عماد بن حليمة قد اتهم في حوار تلفزيوني النائب في البرلمان عن حركة نهضة محمد فريخة صاحب شركة سيفاكس للطيران بتنظيم رحلات خاصة إلى مطارس بيحة تركي انطلاقا من مطارس فاقس إبانا وصول حركة النهضة إلى السلطة لنقل شباب تونسيين للقتال ونددت النهضة في بيان ما وصفتها بأساليب التشويه والكذب التي يلجأ إليها بعض حصومها السياسيين ووصفتهم بنعدام القدرة على المنافسة السياسية الشريفة وتعيش الساحة التونسية جدلا واسعا بعد إعلان السلطات عودت نحو 800 مقاتل من بؤر التوتر من بين ما يقرب من ثلاثة آلاف تونسي كانوا قد غادروا إلى أماكن القتال نبقى في تونس حيث تعتزم السلطات نشر كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية بالعاصمة للمرة الأولى لتعزيز الأمن والتصدي للمخططات الإرهابية تونس التي تعيش حالة تأهب أمني قصوى في مواجهة خطر الإرهاب تسعى اليوم لتثبيت كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية بالعاصمة تحسبا لأي اعتداءات مسلحة اعتداءات أدت إلى مقتل العشرات من رجال الأمن والمدنيين والسياح خلال السنوات الأخيرة ويهدف البرنامج إلى دعم القدرات الأمنية ويرتقب تعميمه على بعض المحافظات الأخرى انطلق تركيز المنظومة هذه في مرحلة أولى بش يكون في تونس الكبرى بش تكون فيما ألف ومائتين كاميرا في أربعمائة نقطة كل نقطة فيكون فيها تروى كاميرا دو كاميرا دو كاميرا فيكس وحدة موبيل تصاعد الخطر الإرهابي دفع أكثر من 30 ألف تونسي إلى تركيب أجهزة مراقبة في منازلهم بحسب الجمعيات التونسية للمعطيات الشخصية كما أدى أيضا إلى انتشار شركة الحراسة الخاصة لتأمين المؤسسات ما يفسر بحسب لجنة الأمن في البرلمان خشية التونسيين المتزايدة من الاضطرابات الأمنية تركيز كاميرا الموقفة نحن في تونس تقريبا متأخرين في دول أقل تقدم منها وليت منتشرة في مفاصل المدن هذا يطرح مشاكل تشريعية لأن التشريع التونسي الحاضر لا يخول أن تركيز كاميراوات في جميع أو في أغلب الشارع العام في الفضاء العام هذا كلماذا جاء القانون لكي نصلح الموضوع هذا ترجمت تلك المخاوف في تمديد سلطة للمرات الرابعة على التوالي لحالة التوارع التي فرضتها منذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في نوفمبر 22 سنة 2015 تقر السلطات التونسية بتواصل التهليدات الإرهابية رغم أحباط عدة مخططات وكشف عشرات الخلايا المسلحة وهو ما عجل باتخاذ حزمة من الإجراءات الأمنية للتصدي لها بينها كاميرات مراقبة يسام الدعاسي التلفزيون العربي تونس اقترحت المفوضية الأوروبية مباشرة بعد هجوم برلين تشديد الرقابة على نقل الأموال والمعادن النافسة من خارج الاتحاد الأوروبي في محاولة لتجفيف أحد موارد تمويل هجمات المتطرفين في أوروبا أعاد هجوم برلين إلى الواجهة خطة مكافحة تمويل الإرهاب في أوروبا التي كان الاتحاد الأوروبي قد اعتمدها بعد تفجيرات باريس لتضم مجموعة من الإجراءات الجديدة تسمح لمسؤولي الجمارك بتشديد الرقابة على النقد والبطاقات المدفوعة مقدما المرسل عبر البريد أو من خلال شحنات البضائع كما سيتم منح السلطات أيضا حق مصادرة الأموال أو المعادن النفيسة التي يحملها الأفراد المشتبه بهم عند دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي إن فتاح مجتمعاتنا لا يجب أن يتم على حساب أمننا ولكن الأمن الضروري لا يجب أن يتم على حساب استمرار انفتاح مجتمعاتنا ومبادئ التسامح وتطالب المقترحات الجديدة بالتزام الدول الأعضاء أيضا بحد أدنى من القواعد المشتركة بخصوص غسيل الأموال بهدف منع المجرمين من استغلال الاختلافات القانونية بين دول الاتحاد وتسعى كذلك إلى تسهيل تبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية عن المجرمين بين قوات الأمن الأوروبية عبر مراجعة جديدة للنظام الأوروبي لتبادل المعلومات تحتاج هذه المقترحات إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتصبح قانونا ولا يبدو أنها ستلقى صعوبات بسبب التهديدات الإرهابية المستمرة في أوروبا لبفهم التلفزيون العربي بروكسل تحيي الطوائف المسيحية احتفالاتها بعيد الميلاد السيد المسيح وفق تقويم الكنائس الشرقية في ساحة المهد ببيت لحم في فلسطين المحتلة وتشارك في الاحتفالات الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الشرقية وهي الروم الأرثدوكس والسريان والأقباط والأحباش الأرثدوكس وتوافد آلاف الزوار من فلسطين وخارجها لمشاركة في الاحتفال المركزي باستقبال مواكب مطارنة الطوائف المسيحية الشرقية على بلاط كنيسة المهد ووصل دور اليوم إلى بيت لحم موكب بطريارك الروم الأرثدوكس في القدس المحتلة وسائر فلسطين والأردن كيوروس كيوروس تيوفولوس الثالث يرافقه كبار المطارنة والكهنة ورجال الدين المسيحيين ووجهاء الطائفة الأرثدوكسية وفي بادرة ترمز إلى التعايش بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين رفع أذان صلاة الجمعة لتقرع بعده أجراس كنيسة المهد ختام النشرة السلام عليكم ورحمة الله شكرا